ستحقق الأحلام إن عشنا لها والأمنيات لسعينا تشتاق سحل الحياة بنا ويظهر غرسنا بالحب نعطي للعطاء مذاق فرص العطاء كثيرة من أبوابها والخير مولود له عشاق لن يدقين الأعمال إلا مخلص متبسم متفائل سباق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا في فيديو جديد من تيم معلومي شكل جديد معكم رحمة مرشيدي ومكاملين مع بعض في تخصص الكاميرا غير عبية أو الـ Inorganic Chemistry النهاردة هنكمل باقية كلامنا اللي فتحناه الفيديو اللي فات عن الـ Periodic Table اهاتكلمنا في الفيديو اللي فات عن بعض المفاهيم اللي هنحتاجها في فهم الـ Periodic Table زي الـ Chemistry Sample وزي الـ Atom Size زي الـ Atomic Number وده اللي هو يعتبر الركيز الأساسية في ترتيب العناصر في الجدول الدوري وكلمنا كمان عن وفرقنا ما بين الـ Atomic Weight وممكن ترجعوا الفيديو اللي فات لو حبيته النهاردة بإذن الله هنكمل كلامنا عن الـ Periodic Table وهنكلم عن 3 نقط مهمة في فهمه وهي أول نقطة اللي هي Description الثاني نقطة اللي هي Geography ثالث نقطة اللي هي Plus هنتكلم في أول نقطة معنا وهي The Description of the Periodic Table الـ Periodic Table عبارة عن Big Grid شبكة كبيرة جداً مكونة من المربعات اللي هي قدامنا دي واللي بترتب فيها العناصر بترتيب معين على حسب الـ Atomic Number بتاعها كل عنصر منها بيشغل المكان الصحيح فيها ولا يمكن أن يتبدل طيب الشبكة دي مكونة من إيه؟ مكونة من صفوف وأعمدة Rose, Ore and Columns Rose دايماً بتبدأ من From Left to Right يعني بداية الدورة بتكون من الجهة اليسار إلى اليمين دايماً بترتبها ده period number one, number two, number three وهكذا الـ Columns أو الـ Groups دي بتكون من الأعلى إلى الأسفل يعني أول عنصر في الـ Group number one هو الـ Hydrogen, Lithium, Sodium وهكذا لحيات آخر Group موجود معاني تمام جداً العناصر اللي بتشغل الصفوف والأعملة دي مشتركة في صفات كتير ليها صفات خاصة هي مشتركة فيه بالنسبة للـ Geography of the Periodic Table أول حاجة هنتكلم عنها اللي هي الصفوف أو الـ Periods The Horizontal Rose of the Periodic Table are called Periods آآ تسمى الدورات يعني لو جينا بصينا للشكل اللي قدنا ده هنلاقي دي period number one اللي هي باللون الأحمر number two, number three وهكذا لحد النهاية تمام all of the elements in the period have the same number of atomic orbitals يعني ايه كلام ده؟ احنا لما كلمنا في المرة اللي فاتت وقلنا عن مكونات الضرة وقلنا انها بتتكون من نواة ومجموعة من الإلكترونات بتدور حوالين النواة دي في مسارات محددة بتعرف بمسارات الطاقة أو الـ Electronic Levels Electronic Levels عددها سبعة في أكبر إذارات المعروفة آآ وكل level بيشغله أو بيسكن في عدد محدد من الإلكترونات ما يقدرش يشيل أكتر منه يعني لو أخذنا على سبيل المثال المستوى الأول اللي هو المستوى K آآ ده بيتشبع بـ Two electrons هو آآ بإثنين إلكترون بس تمام؟ طيب لو عندي عدد زيادة من الإلكترون طيب بنتقل المستوى K وبحطهم فيه طيب لو عندي عدد أكبر بنتقل المستوى M وهكذا لحد المستوى Q جميل جداً الملفت للنظر أو العلاقة ما بين الـ Electronic Levels و الـ Periodic Table أن كل level هو مقابل للـ Period يعني Period No.1 مقابل المستوى K Period No.2 مقابل المستوى L يعني إيه مقابلة؟ يعني بتحمل كل العناصر اللي بيكون آخر مستوى فيها الـ K لو جاء نبص مثلا Period No.1 Period No.1 إحنا هقولنا كيف يتشبع بـ 2 إلكترون يبقى مفروض يبقى عندي هنا عنصرين العنصر الأول بيحتوي على إلكترون واحد وهو الـ Hydrogen والعنصر الثاني بيحتوي على 2 إلكترون وهو الـ Helium وهكذا طيب الـ Level الثاني Level L يبقى مفروض يتشبع بـ 8 إلكترون يبقى مفروض عندي مقابل لها في الـ يكون عندي 8 عناصر ودي حقيقة فعلاً بتبدأ عندي العناصر من أول الليثيوم لحد الـ Neon لو جاءنا نعدد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 يبقى كل عنصر بيتطولى ملء المستويات الطاقة تباعاً لحد ما بيتشبع تماماً بالإلكترونات ثم ينتقل إلى المستوى الليبعادي وهكذا يبقى أنا عندي مقابلة لـ مقابلة لـ يعني إيه؟ لما العناصر بتترتب على حسب زيادة الأتوميك نمبر بتاعها بيبقى فيه physical properties ذي viscosity ذي أو chemical properties ذي طريقة سلوكها في التفاعل بالنسبة للـ periodic law when elements are arranged in order of increasing their atomic number there is a periodic pattern in their physical and chemical properties وهنا بيقصد إن لما برتب العناصر على حسب التزايد في الأتوميك نمبر بتاعها بيبقى فيه مجموعة من اصطفات بتتكرر بترتيب هذه العناصر يعني مثلاً المستوى الثاني لو جينا نشوف بالنسبة للـ periodic law when elements are arranged in order of increasing their atomic number there is a periodic pattern in their physical and chemical properties بيكون فيه تكرار للصفات الفيزيائية والكيميائية بالنسبة للعناصر اللي بتترتب على حسب تزايد الأتوميك نمبر بتاعها physical properties زي ايه؟ زي ايه؟ زي الـ زي الـ 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 والـ زي 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 العناصر اللي بتكون مشاعة زي اليورانيوم مثلاً يبقى ترتيب العناصر بالنسبة في دورات او period دي بتديني خلفية قوية جداً عن الصفات الفيزيائية والكيميائية لهذه العناصر لو جينا نشوف الوقتي فيديو يوضح المضادة ويقربه لنا اكتر الفيديو اللي قدرنا ده هيوضح لنا اكتر ويقرب لنا من الـ هنا بيتكلم عن عنصر الـ او الـ العنصر الـ بيحتوي الأتوميك نمبر بتاعه واحد يعني هو بيحتوي على ولذلك هو وضع في الدورة الاولى او period number one في اقصى يسار الجدول الدولي العنصر التاني هو الـ 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 بتاعه اتنين او بيدور حوالين النواة اتنين فقط ولذلك هو بيوضع في اعلى جمين الجدول الدوري كده يبقى الـ الـ لو جينا نشوف بقى بداية المستوى الثاني اللي هو اللي ثيوم اللي هما ثلث الالكترونات يبقى نحط اتنين في المستوى الكيه ويبقى المستوى ال ايه بيبدأ بيتملي بالالكترونات او الالكتروس بيه يبقى هايبقى لحد ما يوصل للنيون بي ihre 10 الالكترونات ب8 الالكترونات يبقى دي عند البريود نمبر 1 بريود نمبر 2 3 4 5 6 7 يبقى هما دول 7 rows corresponding to 7 electronic levels طيب في عندي 2 بريود تحت موجودين دحت انهم مكتوب جنبهم الحقيقة دول بقيت البريود نمبر 6 وبريود نمبر 7 ولكن علشان يتجنبوا طول الجدول الدوري فتم فصلهم ويتحطوا تحت الجدول نفسه بالنسبة للانتنايت بتحمل الاتوميك نمبرز from 57 to 71 وبالنسبة للأكتنايتز from 89 to 103 طيب هي مفروض يبقى شكله ازاي؟ انا نشوفها دلوقتي مفروض شكل صحيح يكون محطوط هنا ولكن كده بيدي طول كبير جدا الجدول الدوري عشان كده اختصروها ونزلوها تحتين اصطف 2 بريود دول انا عندي كده البريود نمبر 1 فيها 2 elements نمبر 2 فيها 8 3 8 4 18 5 18 6 32 7 32 مجموهم مجموهم تم تصنيع النبتيوم والبلوتينيوم عام قبل 140 وتوالت تصنيع كل هذه العناصر في المعمل او تحضرها في المعمل لحد ما وصلوا ل 118 عنصر الحقيقة مش كل العناصر هنا بيحطوهم ده ده الشكل الطبيعي اللي موجود للجدول الدوري واسكنوها في المكان الصحيح ليه ننتقل بعد كده لمكملين مع الجيوغرافي بس هننتقل لحاجة تانية اللي هي الجروبس الجروبس اللي هي او الكولومز اللي احنا اتكلمنا عنها في بداية الفيديو اللي هي بتبدأ من اعلى الى اسفل من اعلى هنا الى اسفل طيب بيطلق عليها اوقات فاميلز وفي بيطلق عليها اوقات جروبس طيب بالنسبة للترقيم اللي هو من اول واحد لحد 18 ده طبع الترقيم الحديث للجروبس كان فيه ترقيم قديم بياخد حروف لاتينية بياخد ارقام لاتينية وحروف انجليزية هنتعرض له بعدين ولكن هو ده الترقيم الحديث اللي معمول به الان يعني لو حبينا نوصف اي عنصر بالجروبس بتاعته بنقول ان هو يقع في جروب نابر وان جروب نابر تو وهكذا بتصل درجة التشابه في الصفات ما بين العناصر اللي بتسكن الجروب الوحدة الى انها بتكون متشابهة جدا طب ده ناتج من ايه ناتج لان اه مسلا جروب نابر وان احنا قلنا في من دقيقة تقريبا ان كل بداية كل ليفل اه لو الليفل كل العناصر موجودة هنا موجود في الاخر مستوى عندها وان اليكترون والفيلانسي او الالكترونات في مستوى الطاقة الاخير هي اللي بتحدد حاجات كتيرة جدا بالنسبة للعنصر بتحدد درجة نشاطه بتحدد سلوكه في التفاعل بتحدد حاجات كتيرة جدا فجروب نابر وان كل العناصر اللي موجودة فيه بتحتوي على الكترون واحد في مستوى الاخير ولذلك متشابه جدا في الصفات الفيزيائية والكيميائية اللي هي الفيلانسي الكترون لو جينا نوضح المضادة بشكل اكبر دي جروب نابر وان او الهيدروجين عنده الكترون واحد في مستوى الاخير اللي تيوم عنده الكترون واحد في مستوى الاخير السوديوم البوتاسيوم وهكذا لو انتقلنا لجروب نابر 2 هنلاقي البريليوم فيه اتنين الكترون في المستوى الاخير الماجنيزيوم فيه اتنين الكترون في المستوى الاخير الكالسيوم وهكذا يبقى هيا دي اللي بتخلي الصفات الفيزيائية والكيميائية للعناصر متشابه لو جينا نشوف الجروب اللي موجودة في الجدول الدوري بشكل اوضح اللي هي الجروب بتبقى اهي من اعلى الاسفل وهكذا ده نمبر وان نمبر تو نمبر سي لحد ما يوصل اتين تمنتاشر جروب جميل جدا بالنسبة للبلوكس اه 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 هما الحقيقة قسموا البروكس لاربع اه بلوكس ومليها ارتباط وثيط بالالكترونيك ديستريبيوشن لو جانا نتكلم عن الجزء الاخير في فيديو النهاردة اه هما قسموا الحقيقة الجدول الدولي لفور بلوكس اه سموها اس بلوك بي بلوك دي بلوك اند اف بلوك الحقيقة تسميتهم بالحروف دي ليه ارتبط وثيط جدا او بيرجع اللي ان شاء الله هنشرحه في فيديو قادم اه الاس والبي والدي والاف دول عبارة عن اسامي اوربتلز اللي بتبقى موجودة فيها الفيلانس الالكترونز يعني الالكترون اللي موجود في اه في المستوى الاخير في العنصر الليسيوم ده بيكون اه بيسكن في الاوربتل اه هو يسمى اس طيب ترتيبهم ايه بقى على الجدول نفسه؟ بالزبط يبقى انا عندي جروب نمبر وان نمبر تو اسمهم الاس بلوك من اول نمبر ستري لحد نمبر تولف دي اللي هي الاس الابي بلوكس وبعد كده الدول الدي وتحت الاف لو جينا هنشوف اماكن البلوكس دي على الجدول نفسه هنلاقي ان الاس بلوك بيشغل اه اقصى يسار الجدول الدوري وبالتحديد جروبس one and two from three two to thirteen ده الدي بلوك from fourteen to eighteen ده البي بلوك واللانسنايز والاكتنايز بيسموهم الاف بلوك لما ان شاء الله هنشرح الالكترونيك ديستريبيوشن فالكلام ده هيوضح بشكل اكبر ولكن هو مكانه لازم ننوح عنه هنا جميل باقي نقطة اه واحدة هنتكلم فيها هو ان الجروبس بتاع البييوديك تيبول بيطلب نتيجة للصفات اللي موجودة اه للعناصر بتاعتها بيطلق عليها اسامي اه مميزة او اسامي محددة يعني مثلا عندنا الالكالاين متلز اللي هي بتشغل جروب one بيسموها الالكالاين متلز اه اللي هو الدي بلوك بيسموها ترانزيشن متلز الارث متلز اللي هي الانسنايز والاكتنايز اه الجزء اللي هو باللون الموف ده اللي هو بيسموه اه اثر اثر متلز اللي بالاصفر ده اللي هي النون متلز والجزء ده والهالوجينز وهكذا وهنا اخر جروب اللي هو جروب نمبر اتين هو ده او الغازات الخاملة اه يبقى زي ما شفنا جدول الدوري مساحة صويرة متلخص فيها معلومات كتيرة جدا وسرية جدا عن العناصر اللي مترتبة فيه اه اخدنا عارفنا يعني ايه اللي هي اللي هي بتكون مقابلة اه 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 عندنا ايتيين جروبس والجروبس ساعته سمى جروبس كلهم بمعنى واحد عارفنا ان فيه العناصر على حسب صفاتها هم اللي تسهيل سموها اسامي خاصة بيها اه اه اتمنى ان يكون الفيديو اه كان مفيد بالنسبة لكم لو عجبك الفيديو اه اه عملينا لايك وشير and don't forget to subscribe to our channel اه stay healthy and happy till we meet again bye عشاقوا لن يدقين الأعمال إلا مخلص متبسم متفائل سباق